اشتركوا في القناة سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات كما أشاد جلالة الملك رعاه الله بما شهده موسم الحج هذا العام من تنظيم متميز أسهم في تأدية المناسك بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة ترجمة نانسي قنقر